شهر رمضان سيكون لدينا برنامج باللغة الإنجليزية سيشرح أحكام الصيام عبارة مثلا عن 15-20 حلقة إن شاء الله الحاجة الثالثة سيكون لدينا ترجمة من صورة الناس لغاية صورة الإنسان باللغة الإنجليزية قراءة بصوتي تلاوة وبعد ذلك يعقبها الترجمة إن شاء الله أيضا سيكون لدينا يوميا سؤال ديني وسؤال ثقافي وهيبقى فيه في هذا المسجد إن شاء الله يوميا عقب صلاة التراويح سؤال ديني لأشبال وأطفال هذا المسجد وهيبقى فيه جوائز أتوزع في هذا المسجد كما سيُلقى في هذا المسجد مسجد أبو لبن في يوم الاثنين وفي يوم الخميس بعد صلاة العصر مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيقام في هذا المسجد صلاة التراويح إن شاء الله وهيكون أنا إمام في هذه الصلاة ويوميا هيكون هنا درس بعد صلاة العصر وبعض الآداب النبوية والسيرة النبوية وأحكام الصيام وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهذا الشهر الفضين يوميا إن شاء الله يبع عندنا حديث باللغة العربية ومترجم باللغة الإنجليزية حديث عن الصيام وحديث بشكل عام كما سيرفع على هذه الصفحة أيضا وعلى القنوات الأخرى وسائل التواصل الاجتماعي تلاوات قرآنية مجودة ومرتلة وبعض من صلاة التراويح انتظرونا وكل عام وأنتم بخير موسيقى موسيقى اشتركوا فيفس الواضح قراءت على هذا المنقبل الشهر رمضان المبارك نحن في المنقبل نتعرف من الواضح قراءت على هذا المنقبل يمكنه في المكان الأن والدن الأن والمضاء والأطفاء يمكنه تلك الحلائق عن هذا المنقبل هكذا متأكد هناك سرقة عنه نحن ندفع من الضوء من دون إلى كونسات ننشق لا يفعل نبي ونشق لا يحب نحن نحن من نحن 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 من الضوء من دون إلى كونسات نحن ندفع الكثير من النشاء في هذا النهو نحن نضغط نونا من المال للمشاكل للمشاهدة للمشاهدة للمسالنا نحن ننطر نتراويح بعد الآشاء ، نحن في هذا المنزل ، نتذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المنزل ، كل القرآن كانت تصدر إلى جبريل أيضا في هذا المنزل ، هناك النهائة هذه النهائة يقومون بشكل كبير لتحبه الله سبحانه وتعالى لذلك اشتركنا في هذا المنزل ، المنزل على أبو لبا موسك والمتعارات المتحدة ، أراكم في هذا المنزل حتى ذلك ، اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته